افتتح سعدة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير تربية والتعليم المعرض الخاص بمسابقة الوزارة العلمية الثالثة عشرة لعلماء المستقبل وذلك بمركز عيسى الثقافي حيث طلع على عدد من الابتكارات والبحوث العلمية الطلابية المشاركة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والهندسة والبيئة اسهم في تنفيذها 150 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة اشهد سعدة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم بما شهده معرض مسابقة الوزارة العلمية الثالث عشر لعلماء المستقبل لهذا العام من ابداعات طلابية مميزة ومتنوعة في افكارها وكان وزير التربية والتعليم قد افتتح المعرض اليوم في مركز عيسى الثقافي حيث اطلع على 50 ابتكارا وبحثا علميا طلابيا مشاركا في مجالات التكنولوجيا والعلوم والهندسة والبيئة اسهم في تنفيذها 150 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة من اصل 80 مشروعا طلابيا مشاركا في تصفيات المسابقة ان ما شاهدته اليوم وابهار وابداع من قبل ابنائنا الطلاب والطالبات من خلال مشاريع رائدة ومتميزة عالجت كثير من النواحي سواء من خلال اجاد حلول لجوانب بيئية او تطوير في توفير الطاقة او تقديم خدمات لابنائنا من ذوي الاحتجاجات الخاص او لكبار السن ان ما يلفت النظر هو تطور هذا المعرض الذي يحمل اليوم علماء المستقبل تنوعت المشاركات بين الابتكارات والدراسات العلمية التي اوجدت حلولا علمية وتكنولوجية مبتكرة للعديد من القضايا البيئية والاجتماعية المهمة وخاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة وحماية البيئة الفطرية والارتقاء بتقنيات الزراعة اضافة الى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتسعى الوزارة الى الحصول على براءة اختراع لافضل الابتكارات المشاركة في هذا المعرض احنا وجدنا ان هناك مشاريع كبيرة جدا تجاوزت الاعداد الكبيرة التي كانت تشارك في السابق من حيث النوعية او الابداع او الاستخدام الجانب الالكتروني لتوفير كل ما هو جديد لهذه المشاريع التي اعتقد انها تشكل في مجملها اعمال رائدة تأتي المسابقة في اطار استراتيجية الوزارة لتوفير كل اوجه الدعم والمساندة للمواهب الطلابية وتسجيعها على الابتكار والابداع والبحث العلمي والتي تضمنت كذلك انشاء مركز خاص لرعاية الطلبة الموهبين طبعا المشاركة يكفي لنا شراف المحاولة حتى اذا فزنا او ما فزنا هذه كلها محاولة خروج مواهب بحرينية عشان الناس تعرف ان في طاقات في ابداع قاعد يصير في البحرين ما شاء الله اليوم ما بتكلم عني ما شاء الله في مشاركات وايد عديدة يعني اشوف في ابداع من جانبها القت الطالبة زينب المؤمن من مدرسة القادسية الابتدائية للبنات وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة كلمة الطلبة المشاركين في المسابقة اعربت خلالها عن شكرها للوزارة على اهتمامها بالطلبة الموهبين والمبدعين وتنفيذها للمسابقات والانشطة المعززة للجانب التطبيقي للمناهج الدراسية بما يسهم في الارتقاء بتحصيل الطلبة الدراسي وسقل مواهبهم في آن واحد يذكر انه سيتم الاعلان عن المشاريع الطلابية الفائزة في اليوم الثالث والاخير من المعرض اشتركوا في القناة